أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوا تمركا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم قال إن الله اصطفاه عليكم وجاده بسقة في العلم 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 والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه 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 مما يشاء وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به والراسخون في العلم يقولون آمنا به يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وبما كنتم تدرسون وبما كنتم تدرسون وبما كنتم تدرسون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 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 وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فض الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فض الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فض الله عليك عظيما لكن الراسخون في العلم منهم لكن الراسخون في العلم منهم لكن المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَثْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ واتقوا الله إن الله سريع الحساب وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك ما مما علمني ربي ذلك ما مما علمني ربي إني ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات قدر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذو علم وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم قال إنما أشعو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم إنا نبشرك بغلام عليم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 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 قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب قال إني عبد الله آتاني الكتاب آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما ولوطا آتيناه حكما وعلما ففههمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ففررت منكم لما قفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين رب هب لي حكما رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين قال الذي عنده علم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكثر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وأوتينا العلم وأوتينا العلم وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين بل ادارك علمهم في الآخرة بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وقال الذي نؤوت العلم وي لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غاصلون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفع فإن الله غني حميد ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء 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 إن الله عزيز غفور وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وفصل الخطاب أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون فيها يفرق كل أمر حكيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون علمه شديد القواة ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اتداه حكمة بارغة فما تغني النذر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم يا أيها والذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا رضوا بأن يكونوا مع الخوارث وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واشكروا لي ولا تكفرون وحاجه قومه قال لا تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 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 فإذا هم مبصرون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال للذي ظنن أنه ناج منه إذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكرى ربه فلبث في السجن بطع سنين وقال الذين جاء منهما وادكر وادكر بعد أمة وادكر بعد أمة وادكر بعد أمة وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إنما نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا 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 وما يزيدهم إلا نفورا واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ومن أظلو من من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا أولا يذكر الإنسان أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر لعله يتذكر لعله يتذكر لعله يتذكر لعله يتذكر أو يخشاه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدور والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ولقد صرفناه بينهم ليذكروا 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 خابا أكثر الناس إلا كفورا وهو الذي جعل الليل عنها خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا جهد فيها إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة يوم يتذكر الإنسان وأن ناله الذكرى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا قال لا تآخذني بما نسيت قال لا تآخذني بما نسيت لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه فنسيه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه فنسيه ولم نجد له عزما قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسذك حتى نسذك وكانوا قوما بورا وابتغ فيما آتاك الله الداع الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين يوم يبعثوا الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وقرآنا فرقناه لتقرأه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وأن أتلوا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين يا سين والقرآن الحكيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو علمهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوه فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عباب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فآمنا به فآمنا به ولن مشرك بربنا أحدا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار وعلم أن لم تحصوا فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه سنقرئك فلا تنسى فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون رقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وما تكون في شأن وما تكذو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحدا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إن تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك النار النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لم تبور لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البين رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر نفاثات في العقد ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أذهب الباس رب الناس واشفي أن تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والنسيان وشرود الأذهان اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والنسيان وشرود الأذهان اللهم ابطل كل حسد اللهم ابطل كل عين وحسد اللهم ابطل كل عين وحسد أصابتنا في علمنا اللهم ابطل كل سحر وعين وحسد أصابنا في علمنا أصابنا في علمنا أصابنا في فهمنا أصابنا في إدراكنا وحفظنا وقوة حفظنا اللهم اطل كل سحر وعين وحسد أصابنا في عقولنا أصابنا في عقولنا وذاكرتنا اللهم اطل ما أصابنا في إدراكنا وحفظنا وسرعة حفظنا وتذكرنا اللهم اطل كل حسد وعين وسحر أصابنا في سرعة فهمنا في سرعة فهمنا وقوة عقولنا وقوة عقولنا وفقهنا في ديننا وفقهنا في ديننا وتفوقنا على أقراننا وعلى كثير من غيرنا الله مطل ما أصابنا في تفوقنا وعلاماتنا ودرجاتنا وشهاداتنا الله مطل كل حسد وسحر وعين أصابنا في كثرة قراءتنا ومطالعتنا وكثرة مذاكرتنا واجتهادنا الله مطل ما أصابنا في سرعة فهمنا وسرعة حفظنا وسرعة جوابنا وسرعة جوابنا الله مطل عيون وحسد الدراسة الله مطل ما أصابنا في دراستنا من الصغر يا رب العالمين اللهم اخرش كل عين وحسد من طالب أصابت اللهم اخرش كل عين وحسد من معلم أصابت اللهم اخرش كل عين أو حسد من قريب أو جار أو صديق من قريب أو جار أو صديق اللهم نور عقولنا اللهم نور عقولنا وبصائرنا اللهم زد في أفهامنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم يا معلم داود علمنا اللهم اجعل في عقولنا نورا اللهم زدنا علما وحكما وحلما ليس بعده كفرا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعقلا راجحا ورأيا صائبا اللهم يسر لنا حفظ كتابك اللهم اخرش كل حسد وعين أصابتنا في حفظنا وتجويدنا وتجويدنا وترتيلنا 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 وأصواتنا 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 اللهم اطلما أصابنا في قوة حفظنا في قوة حفظنا وثبات حفظنا اللهم اخرش كل عين وحسد أصابتنا في فصاحتنا أصابتنا في فصاحتنا وكلامنا وبياننا وألسنتنا وألسنتنا ونطقنا اللهم اطلما أصابنا في نطقنا ولهجتنا اللهم اطلما أصابنا في نبرات أصواتنا اللهم اطلما أصابنا في ألفاظنا اللهم اطلما أصابنا في ألفاظنا وخطبنا وخطبنا وإلقائنا ودروسنا اللهم اطلما أصابنا في طريقة إلقائنا وأسلوبنا 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 اللهم طلما أصابه في تعليمه اللهم طلما أصابه في تعليمه وتعلمه اللهم طلما أصابه في تفوقه على أقرانه اللهم طلما أصابه في ذكائه وقوة عقله اللهم طلما أصابه في قوة ذكائه اللهم طلما أصابه في حسن إدارته اللهم اطل ما أصابه في حسن إدارته ومنصبه ومنصبه ومكانته اللهم اطل ما أصابه في رجاحة عقله في رجاحة عقله وإتقانه لمسؤولياته ودقة تفصيله وشرحه وبيانه اللهم اطل ما أصابه في شرحه في طريقة شرحه وإفهامه لطلابه اللهم اطل ما أصابه في حكمه وحكمته وفصل قضائه اللهم اطل ما أصابه في تأويله وتفسيره اللهم اطل ما أصابه في تأثيره بكلامه اللهم اطل ما أصابه في شخصيته وقوة شخصيته اللهم اطل ما أصابه من عين أو حسد أو سحر بتفكيره اللهم اطل ما أصابه في تفكيره اللهم اطل ما أصابه في استنباطه اللهم اطل ما أصابه في خطه وجمال خطه وجمال خطه وجمال خطه وكتابته اللهم اطل ما أصابه في سرعة كتابته في سرعة كتابته وتلخيصه وعباراته 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 اللهم اطل كل عين وحسد أصابته في ابتكاراته في ابتكاراته وسبقه غيره بتفكيره اللهم اخرج كل عين وحسد تؤثر عليه عند القراءة تؤثر عليه عند القراءة اللهم اطل كل عين وسحر وحسد يؤثر عليه عند القراءة عند القراءة والحفظ الله مطل كل عين وحسد تؤثر عليه عند الكلام والإجابة والامتحان الله مطل ما يصيبه عند الامتحان الله مطل كل عين وحسد تؤثر عند الامتحان الله مطل كل عين وحسد تؤثر عند الامتحان الله مطل كل عين متجددة الله مطل كل عين متكررة الله مطل كل عين متعجبة الله مطل كل عين لامة على عقله استقرت على عقله استقرت على عقله استقرت اللهم اطل ما أصابه في عقله اللهم اطل سحر العقول اللهم اطل سحر قلب العقول اللهم اطل سحر الجنون اللهم اطل سحر الجان والكفار على العقول اللهم اطل سحر الجان على العقول اللهم اطل سحر تدمير العقول اللهم اطل سحر الحسد اللهم اطل أسحار الحسد اللهم اطل كل عقدة على العقول اللهم حل كل عقدة على العقول اللهم اطل كل سحر ينسي اللهم اطل كل سحر ينسي اللهم أنزل الشفاء وارفع كل الداء اللهم آتنا الحكمة وأنطقنا بالحكمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم زدنا علما وحكما وحلما ليس بعده كفرا اللهم أمتعنا بعقولنا ما بقينا وحينا اللهم بارك لنا في عقولنا وذاكرتنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم نور صدورنا اللهم اجعل القرآن العظيم جلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم قوي عقولنا اللهم قوي عقولنا اللهم قوي ذاكرتنا اللهم قو ذاكرتنا ربنا الله الذي في السماء ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل وجع فنبرأ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مباشرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر